طيب احنا خلينا نكمل الاسكرتشن او التكنيك الاخير الموجود عنا في الكتاب اللي هو خلينا نتطفق انه اسكرتشن تكنيك اسكرتشن تكنيك انه انا بدي اجي اسمع اصوات اللنغ الموجودة عندي يعني ممنوع تسمع الاصوات من فوق ملابس او من فوق شرشف يكون مغطى في العيان لانه هذا وبيكبر او ممكن يمنع او ممكن يشوش على الصوت اللي بدي يطلع بشكل طبيعي قلت فاقنا ان الوجه الاول هو ده فراجم والوجه التاني البلو قلنا ده فراجم بسمع فيه الاصوات العالية الواضحة اللي ما بدهاش معاناها زي اللب وزي الضب وزي اصوات اللنغ الموجودة عندي اما الاصوات قلنا انه لازم انا اسمع في السوتسكوب السوتسكوب لازم نقول ده فراجم والده فراجم هو الوجه الكبير للسماعة وبحطه على صدر العيان وبشكل فيرملي بشكل فيرملي يعني بشكل ثابت وبشكل خلينا نقول أو بشكل نتفق على انه يكون جامد او خلينا نقول يعني فيه براشر خفيف زي ما اتفقنا انه على البستير شستول طبعا وين موجود او وين المكان الافضل للهادي شايفينوا الصورة هادي هادي الصورة بتدل على انه وين احط السوتسكوب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة هدو كلها مناطق ممكن احط على السوتسكوب واسمع فيها من خلال اطلب من العيان واخد نفس ويطلع النفس ممكن اسمع الاصوات طيب الآن احنا اتفقنا انه فيه هناك اصوات طب ايش اصوات الطبيعية الموجودة للنج فيه عنا ثلاث اصوات طبيعية موجودة للنج فيه عنا الصوت لازم احفظها لازم فيه عنا صوت ماسميه برونكيال وصوت برونكيوفيزيكولر وصوت اسمه فيزيكولر مين اكبر صوت موجود او مين اكتر صوت كومون او مين اكتر صوت واضح هو الفيزيكلر الفيزيكلر هو الصوت السائد الموجود في اللنغ طبعا الاب نورمال انه دمينش دمينش ودكريز او ابسنت الساوند الساوند هده اللي اسمعته في اللنغ طبعا طبعا ما اسمعتهش كويس ما اسمعتهش بشكل واضح مش موجود هذا ممكن يكون ناتجة عن ابستركشن في اللنغ او سيكريشن او ميوكس او بلغ ميوكس او فرم بادي يعني جسم غريب واحد بالع اشي او ميوكس متحوشن ناتجة عن انفكشن هادو كله هيتها بتأخر او بتغيب او بتقلل من خلينا نقول اقاع الصوت وبالتالي ممكن يتأثر على سماع الصوت او اي ابنورماليتز موجودة في البلورال كافتي او بلورال فيوجين كمان يعني لو تجمع سوائل في البلورال كافتي كيف انحاس مع الصوت وبالتالي هادى الاشياء ممكن يتأخر او تقلل من سماع الصوت وطبعا بالاضافة لنيوموثوركس اذا هناك اصوات طبيعية موجودة في اللنج وانا برونكل وبرونكوفازكولار وفازكولار مين الصوت السائد الاكبر مساحة فاللنج وان ما رأى في اللنج هلويه اللي هو الفازكولار طب ايش الاشياء الممكن تقلل من سماع الصوت وجود الاسيقریشن او وجود الفلود او شخص Jess ianologicalydates طب ايش الدزيز قل ممكن الدزيز يتكون او 플�ورال fuiوجين او نيمونيا وهادى الاشياء ممكن تمنع الصوت طبعا في حالات الانفيزيمة ممكن هادى تأثر على اللونغ وبرضه تقلل من عملية الصوت بشكل كبير فيه اشياء ممكن يتزود الصوت الصوت يعني عالي وهذه اكيروين في حالات الكونسالديشن اللي هو الكلابس لانه هذه ناتجة عن الموجودة في التشو وبالتالي بتساعد في رفع الصوت بشكل طبيعي اذا الصوت لازم يكون طبيعي زيادة فيه غير طبيعية او نقصان برضه فيه غير طبيعي طيب سيبنا من كل هذا الكلام وروح لقضية نسميها Adventurous Adventurous Ascultation Ascultation for Adventurous Adventurous من قسين يعني الاصوات الطارة او الاصوات الغير طبيعية انا بس بدي ااخد منهن ثلاث كلمات انه ايش الاصوات الغير طبيعية احنا اتفاجنا عن اصوات الطبيعية لللونغ اللي هي برونكل برونكوفازيكولار وفازيكولار طب ايش الاصوات الغير طبيعية فيه عنا الكراكلز فيه عنا لويزي او فيه عنا ايش بنسميه الرونكاي واخدوا بعض الناس بتسميه الويزي ورونكاي واحد اذا في عنا اصوات غير طبيعية زي ع سبيل المثال الكراكلز او نسميه غيلز ويزي او رونكاي هذي اصوات غير طبيعية موجودة في اللونغ بالاضافة لا اصوات بنسميها Strider S-T-R-I-D-E-R Strider Strider بعضهم من الاصوات الغير طبيعية وهذه بنزم امرجنسي في تدخلها في حين اسماتها اذا في عنا اصوات غير طبيعية زي الويزي والكراكل ورونكاي والريلز ممكن احنا هذولا نسميها الاصوات غير طبيعية واحد يقول لي الويزي هي الرونكاي ممكن يعتبرها تجاوزا زي ما هو كاتب الكتاب والكراكلز هي الريلز طب واحد يقول لي طب ايش هذي الاصوات ارجع للفيديو اللي اعطيتك اياه هتلاقي الاصوات هذو كلها موجودة ممكن تسمحها بشكل مفصل هيك بكون احنا خلصنا رصبيراتر بشكل عام احنا احنا بنحكي على البستير الان احنا بنحكي على الانتير خليك معي الانتيريور هو نفسه البستير يعني ما ينطبق على الانتيريور ينطبق على البستير لكن بتضل في عنده جزئية الهو نحن قلنا بس جزئية واحدة غادلة اللي هو برل شست وقلنا البرل شست هو الدياميتر بتختلف بين الانتيريور بستيريور وما بين ايش وا بين الترانسفيرس وبتصير المسافة الترانسفيرس الطبيعي من 1 إلى 2 هنا بتصير الأمور الترانسفيرس أكثر في أنه أشياء غير طبيعية بتصير في شكل الصدر نتذكر مرة تانية أنه شكل الصدر مثلاً بيكون بالأليه هات شايفين كيف داخل للداخل يعني الداخل لجوة هادي ما نسميها ركز معاي بيكتاس إكسا كافيتيوم بيكتاس إكسا كافيتيوم هادي ماركت أفصان كينز ستيرنام مرة تانية بيكتاس كافيتيوم أو فانل تشيست اللي هو الصدر المحقاني محقان زي المحقان أو القمع أو صدر القمعي ممكن نسميها زي هيك إنه الستيرنام داخل لجوة وهادي ناتجة عن كونجينة الأنومالز بنولد هيك وممكن نقش فترات طويدة هيك ما فيش أي مشاكل إنه دائماً بتكون داخل لجوة لكن السؤال هنا هل الانتيرو بستيرو قلت ولا زادت لا الانتيرو بستيرو قلت ليش؟ لأنه فيه عندنا دخول للإستيرنام في الداخل ففي حالات الفانل تشيست دائماً بتكون الانتيرو بستيرو أقل من الطبيعي اللي هو من واحد لاتنين بتصير ممكن هديك من ثلاثة لواحد أو من مثلاً نص لواحد أو من نص لاتنين إذن بتكون الانتيرو بستيرو بتقل في هذه الحالات وهذه الحالات بتكون ناتجة عن كونجينة الأنومالز فيه شكل آخر من أشكال الصدر الغير طبيعية مثلاً بيكتس كرينتينيوم كرينتينيوم بيكتس كرينتينيوم اللي هم نسمي صدر الحمامة شافين الستيرنام كيف بارزة للخارج فبتكون بورتروجين صدر لملالخارج صدر الحمامة وطبعاً الإنتيرو بستيرو هذا إشمالها بتزيد بتقلش هاد الاشياء بدنا نخضحها لconfiguration of the chest اللي اخدناها في الاول وحكينا عنا البغل اذا فيه انا ثلاث انواع من اشكال abnormal chest configuration وانا البغل والfunnel والبيجون هو صدر الحمامة والفنل هو صدر ايش القمعي طبعا ما تبقى هو اعادة بس بشكل تاني يعني احنا بنحكي غاد بستير لا بدنا نحكي انتير اكيد ماشي ما يختلف الكلام ولا الحكي لانه لاحظ نفس الكلام في البركوشن نفس الكلام في الوسكالبتيشن حتى هادي اطلال لاحظ اللي اخدناها عملناها في الخلف الان بدنا نعملها في الامام فانت مش ما فيش داع تقرأ انه الامام والخلف يكفي انك تقرأ الفحص الصدر من الخلف بالاضافة للضفناء عليها اللي هو الفنل والبيجون اتمنى لكم التوفيق ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته